ومعكم دكتور شريف المتولي بطبيب جامعة النيل هنتكلم وجازا كده وسريعا عن فيروس كورونا المستجد نعرف عنه شوية معلومات نعرف ازاي نحمي نفسنا منه شوية داتا كده وحقائق عشان نبعد عن الإشعاعات والحاجات المجذوبة كتير جدا فنبدأ ان شاء الله من الكلام ايه هو فيروس كورونا اصلا فيروس كورونا تسمى كورونا علشان هو شكله تحت الميكروسكوب الشكل التاجي هو احد عيلة فيروسات كورونا اللي منها كان منها مثلا سارس وكان منها ميرس اللي يجم من سنين فاتوا يعني وكانوا اشد منه حدة واكتر منه في معدل الوفاية بس كان اقل في الانتشار يعني فيروس كورونا المستجد اكتر منهم في معدل الانتشار شوية يعني معضي اكتر بس مش شارس زيهم فده احد اجيال فيروسات كورونا فيروسات كورونا معروفة انها من الفيروسات الحيوانية اللي بتنتقل من الحيوان للحيوان او من الحيوان للانسان وبينتقل كمان من الانسان للانسان بمعدل سريع يعني كورونا المستجد من الحاجات الهيلي انفكتب فهو دي الخطورة اللي مخوفة العالم منه انه هو هيلي انفكتب بس هو ستيل مش بالشراسة اللي كانت اخواته قبل كده سارس ومرس بيهم ومعدل وفياته اه طبعا فيه وفياته دي حاجة تدعي طبعا بس معدل وفياته يعني مقارب وان يعني ايه ما كانش اقل شوية طبعا من الانفلونزا العادية الانفلونزا العادية بفيروساتها مش بفيروس واحد فالفيروس ده من برضو الحاجات المؤلئة ان احنا ما عندناش كلير سيناريو هو اتنقل من حيوان ايه واتنقل الزاء بس ان كان المؤكد ان هو بيتنقل بالتنفس او بيتنقل بالاسطح الملوسة وان احنا نلمس اسطح ملوسة بايدنا ونحطها على وشنا او نحطها على اهننا لحد دلوقتي مفيش له علاج وان كان فيه تجارب عدة وبدأنا نسمع عن السين بتجرب علاج وجربته على الناس امريكا بدأت تحضر مصله وفي مرحله الاخيرة فاحنا منتظرين ليه مصل او علاج بس هو زيه زي معظم الفيروسات بتعتمد على مناعة المصاب يعني ده رقم واحد في الشفاء المرض عاوزين نتكلم عن شوية احصائيات كده وتطوره عالميا عدد المصابين حول العالم لحد وقتنا اللي احنا بنتكلم فيه تقريبا مية وتعتاشر الف امتين اربعة وتمانين مصاب نقدر نقول ان هما عدد الوفيات المؤكدة بسببه اربعة تلاف وتلتمية وفاة معدل الوفيات ده تقريبا ابوت تلاتة ونص وطبعا فيه دول اقل من اتنين وفيه دول اعلى من اه تلاتة واربعة في المية وخمسة في المية كمان اه عدد الناس اللي في مرحلة الشفاء تقريبا وصل خمسة وتمانين في المية اه طبعا نسب الوفاة طبعا معدلاتها كبيرة جدا فيه الاعمار فوق الستين سنة واللي عندهم بالفعل امراض مزمنة زي امراض القلب والسكر ارتفاع ضغط الدم اه امراض اللي بتؤدي لنقص المناعة اه فدي نسب الوفاة فيها مرتفعة اه لكن الاعمار الزغيرة واللي ما عندهمش مشاكل صحية مزمنة يعني نسب الوفاة قليلة جدا يعني اه ده هنشوفه في الاحصايات اللي جاة ان شاء الله اه في مصر عدد الاصابات تسعة وخمسين ما بين جنسيات اخرى وما بين مصريين اه ما عندناش حالة وفاة مسجلة غير واحد الماني اه توفي في الغرداء اه عمره ستين سنة وكان عنده امراض قلب ويعني كان عنده بالفعل اه كرونيك ايلنس والاعداد اللي تم شفاقها من التسعة وخمسين حالة ستة وعشرين حالة وخرجوا بالفعل من الحجر الصحي اه دي احصائية كده مجمعة طبعا مصادر الداتا دي كلها من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الرسمية لكل دولة اه معدل وفاة اتنين من عشرة في المية اه في يعني ده ضعيف جدا وده المعدل بتاع طلابنا وبتاع معظم اه ستزتنا والسطاف اللي شغالين معنا في الجامعة اه المعدل من اربعين اه لحد خمسين سنة اربعة من عشرة في المية وبعد كده النزب بتزيد لحد ما نوصل ان معدل وفيات في اه بلاس تمانين بتوصل تقريبا لخمسة اشر في المية اربعة اشر وتمانية من عشرة فده بس عشان نؤكد الاحصائيات اللي بتقول ان السن الاكبر معدل وفيات فيه اعلى اه الحصائيات اللي بعد كده بتتكلم عن اه الامراض المزمنة ويه مقارنة ما بين آه عدد الحالات اللي توفت في الكونف49 وعدد الحالات المسجلة للموضوع ده فعدد الحالات الآه يعني نسب الوفايا اللي عندهم امراض قلب 13 perceón tem видео اه في اللي عندهم امراض قلب وجعلهم كورونا고 ثلاثة اثنين اثنين من عشرة لكن اللي عندهم امراض قلب اصلا نسبة الوفاياة فهم 10 اوص الجدول بيقول لنا ان فيه فرق واضح طبعا فيه اللي جالهم فيروسات الحالة اللي جالها فيروسات اللي جالها فيروس كورونا وعندها امراض مزمنة نسب الوفاية اعلى من الطبيعي لو ما فيش امراض مزمنة فنسب الوفاية ما بتتعداش واحد في المئة تسعة من عشرة في المئة نتكلم سريعا الاعراض فيروس كورونا الاعراض بتاعته زي معظم ادوار البرد اللي بتجيلنا شوية كحة نشفة سعال جاف رشح احتقان في المناخير التقفل حلق ممكن جسمنا يبقى واجعنا زي ادوار البرد اللي موجودة كلها ساعات الاعراض دي بتتطور لما هو اكتر من كده التهاب رئوي فشل في الجهاز التنفسي فشل في وظيف اعضاء الجسم او الوفاة ودي طبعا احنا قلنا نسبها وقلنا ايه الاسباب المساعدة في ده يعني طبعا من اهم الاعراض الحمى والارهاق يعني لو احنا عندنا اعراض برد عادية ودرجة حرارتنا مستقرة اهل من 38 فده ما فيش منه علاقة خالص طب اهلا امسا لو درجة حرارتي عالية عن 38 ونص مع الاعراض السابقة الاعراض السابقة اول ما ده يحصل ويحصل ارتفاع في درجة الحرارة لازم اروح للدكتور بتاعي والاحسن ان اول ما حس باعراض برد اروح للدكتور بتاعي ونشوف الموضوع اصلا من البداية يعني ما استنياش كمان لما يجيلي فيبر الفيروس زي ما قلنا بينتشر ازاي بينتشر بطريقة مباشرة عن طريق ان انا بتعامل مع مريض في رزاز طالع اثناء العطس اثناء الكحة بيتنصر الرزاز ده ويتنقل للاشخاص المتعاملين او القريبين او رزاز ده نفسه بطريقة غير مباشرة بيجي على اسطح المكاتب لانه من الفيروسات الثقيلة فبيركز على اسطح المكاتب بيركز على احاجات المشتركة اقر الباب السلالم الزراير الاسنسير فممكن يتنيل انك انت تحط ايدك على سطح ملوس وتأتي يعني تتعامل تمسح وشك مناخيرك بقك تهرش في عينك ده كله بين الفيروسات وهي بصورة قوية فهنتكلم بعد كذا عن مكافحة العدوى بالنسبة لطرق الانتقال نتكلم عن الوقاية طبعا في دوق اللي احنا عرفنا بينطاقل ازاي اول حاجة نتجنب الاماكن الزحمة والاماكن اللي تهويتها سيئة جدا يعني نحاول قدر المستطاع ان نتجنبها او اذا مش قدرين نتجنبها يبقى نحمي نفسنا نلبس ماسك ما نستخدمش ايدينا نحيت وشنا خالص يبقى معانا هند سانيتيزر نعقم ايدينا نخسل ايدينا بصورة متكررة تاني حاجة ان احنا ما نقربش من الاشخاص المصابين ولازم نسيب مسافة ما تقلش عن متر لو اضطريت يعني الاحسن ان احنا ما نتعملش مع حد مصاب خالص بأي اعراض تنفسية او اي ادوار برد ونعمل اذا تطرين نتعامل نبقى لابسين المسك بتاعنا ونبقى في مسافة ما تقلش عن متر يعني تزيد عن كده رقم تلاتة ودي من الحاجات المهمة جدا ودي اهم الاشياء يعني ان احنا نهتم بنضافتنا الشخصية غسيل الايد بالماء والصابون بصفة مستمرة بعد التعامل مع اي اشخاص نحاول نتجنب طبعا السلامات بالايد والبوس والاحضان والكلام ده اه التعقيم الايد او غسل الايد احنا بنعمل غلط هنا اه في اماكن في ايدك مش بتعكمها كويس او مش بتخسلها كويس فالدياجرام اللي انا حطه ده بيوضح اه ان احنا نخسل ايدينا ازاي او نعمل هاند راب ازاي اه اللي هو نفرق ايدينا بالاستريليم او بالسانيتيزر جيل اه بالطريقة اللي احنا شايفينها في الصورة اه علشان نوصل لاطراف الاصابع ونوصل للابهام من من جوه ونوصل لما بين الاصابع الاماكن دي ما بقاش فيه اهتمام اوي في الغسيل العادي او في غسيل الايد او بتعقيمها ما بنهتمش عمتا بيها فدي ممكن يبقى فيها فيروسات وتنتقل بسهولة اه طبعا لما نيجي احنا عندنا دور برد او مصابين باية عدوة تنفسية اه لازم نحاول قدر المستطاع ان احنا ما نقديش غيرنا فلما نيجي نعتص نعتص في قوعنا زي ما احنا شايفين في الصورة مش في ايدينا نبقى نستخدم المنادين ونتخلص منها بسرعة وبصورة واضحة ما نسيبش منادين على مكتب لازم تتريمي في مكان كويس في الزبالة ونتأكد انها محدش هيلمسها غيرك ونخسل ايدينا بعد العطس وقدر المستطاع طبعا لازم في الحالة دي نلبس ماسكات عشان نحمي غيرنا برضو ان الحاجات المهمة طبعا ان احنا نلبس ماسكات بس لما يستدعي الامر انت الامر يستدعي ان انا البس ماسك طبي لما يكون عندي اي اعراض تنفسية او اي مشاكل دور برد كلام من ده فانا بلبسها عشان احمي غيري واذا انا بتعامل مع حالة عندها اي اعراض دور برد برضو لو انا هتعامل معا لازم ابقى لابس ماسك لو انا نازل في مكان مزدحم وانا الكنترول هيبقى صعب لازم هبقى لابس ماسك ناخد بالنا ان المسك ممكن يبقى وصيلة عدوى يعني المسك نفسه لازم لما نيجي نخلعه وما نمسكهش من برا ولازم قبل ما نلبسه وبعد ما نخلعه نخسل ايدينا علشان ما يحصلش اي تلاوس فلازم قبل ما اخلع قبل ما قلبس المسك اخسل ايدي واعقمها كويس ولازم وانا بخلع المسك اخلعه من جوه او اقطع الخط من برا من بعيد عن وشي وارميه زي المنادي اللي اتخلص منه في الزبالة للمسكات اللي هي وحيدة الاستخدام وعقم ايدي بعد ما اخلعه على طول فالمسك لازم يستخدم صح ويستخدم في وقته عشان ما ناخدش منه عيوب مش مميزات طبعا نهتم بان الاكل يكون نضيف يكون صحي نخسل ايدينا قبل ما نعمل الاكل او قبل ما ناكل الاكل نفسه يتسوى كويس جدا عشان الفيروس يعني الحرارة بتموته طبعا فالاكل يبقى مخصول كويس ومخصول بمواد تعاكمه الاكل اللي هو الروق اللي ما انتبخش والاكل اللي بتطبخ خصوصا اللحوم لازم تطبخ بدرجة حرارة كويسة ويبقى يعني مجهز بصورة نظيفة ونعرف يعني ناكل اكل المضمون بس يعني بلاش ناكل اكل برا بلاش ناكل مش متسوي كويس طبعا اهم حاجة اننا لو عندي اي دور برد او اي اعراض تنفسية لازم اروح للدكتور بتاعي ما استناش لما الموضوع يطفاقم اوعد غيري او كده ويالتزم طبعا بحماية نفسي وبحماية غيري ننتقل بقى لحنا كجامعة النيل الخطة اللي احنا عاملينها لمواجهة العدوى وده احنا بدقين فيه حتى من قبل ما يبقى فيه اي حالات مؤكدة في مصر احنا بنعمل توعية وحملات توعية عن طريق البروشورز المكتوبة وعن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك وعن طريق الميلز وده احنا عملنا بالفعل من بدري من قبل حتى ما يبقى فيه كونفيرمت كيزيز في مصر بالنصائح وبالاشدادات اللي احنا نحمي بيها نفسنا طبعا محدود خطة مع النظافة ان احنا الاماكن اللي فيها استخدام مشترك زي الأسانسير زي مقابض الأبواب أصوار السلم الأسطح اللي ممكن تلوس احنا عمال النظافة بنظافه بديتول بصورة مقررة ومستمرة وانا تأكدت من ده بنفسي طبعا وفرنا استريليم في أماكن متعددة في الجامعة ولسه هنزود الأماكن اللي فيها استريليم عشان نعقم الايادي ويعني نهتم بنظاف ايدينا عشان ما ننقلش العدوى جبنا مسكات طبعا علشان لو في حالات مشتبه فيها أو في حالات عندها أي أدوار برد نبقى قادرين نعمل حماية للموجودين لطلابنا والموظفينا طبعا أي حد بيشتك من حاجة أو من عدوى تنفسية دور برد لازم يجي العيادة ولازم أكشف عليه وأقيم حالته أشوفه محتاج إيه؟ محتاج علاج محتاج تحويل لمستشفى محتاج سيكليف طبعا كل ده لازم يتم عن طريق طبيب الجامعة طبعا لازم نحط سيناريو لو حصل لقدر الله اشتباه في حالة نحن مجهزين قودة عزل معقمة ومجهزة عشان نستقبل الحالات المشتبه بيها دي موجودة بالفعل في الأدوية اللازمة للإسعافات الأولية خوافض الحرارة الحاجات اللي تعمل يعني ايه المتعلقة بحماية حياة الإنسان يعني الحاجات المهمة جدا على ما يجي الإسعاف ياخد المشتبه بيه من قودة العزل طبعا المخلطين الزماي الأصحاب للحالة وزميله طبعا الطاقم الطبي الناس اللي اتعاملت مع الحالة لازم نوفر لهم مسكات ونوفر لهم ونعرفهم سبل الحماية لنفسهم ازاي طبعا احنا على اتصال دائم بوزارة الصحة وبالسلطات علشان نعرف اخر المستجداد وزا في حالات نبلغ عنها علشان تتحط تاخد الإجراءات بتاعتها طبقا للبروتوكول اللي الدولة متبعات لو الحالة تحاولت لمستشفى وتأكد انها مصابة لازم المنشأة او المجامعة كلها بتتحط تحت الحجر الصحي علشان نتأكد ان ما فيش حد تاني عنده مشكلة وبتحلل الطلاب والموظفين والحجر ده بيبقى لمدة 14 يوم طبعا هو الموضوع احنا مش عاوزين نبقى قلقانين زيادة ومش عاوزين نبقى متهونين الموضوع كله متوقف على ان احنا نبقى وعيين لان اضافتنا الشخصية نبقى وعيين ان احنا ما نخلطش حالات عندها ادوار برد لما اكون عندي دور برد لازم احمي نفسي واحمي غيري الموضوع وقايته سهلة وطبعا في الحالة دي بدان ما فيش علاج يبقى الوقاية هي العلاج مش خير من العلاج وما فيش علاج فالعلاج بتاعنا هو الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية واخيرا عشان ما اطولش عليكم وهسيبكم مع فيديو صغير كده عاملها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة للتوعية وهو اجمالا لللي احنا قلناه شكرا لكم اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى